اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من النفط والطاقة معكم ميساء القلة وفي حلقة هذا الاسبوع نتابع مصير الخلافات داخل اوبك حول حصص الانتاج في اجتماع ديسمبر المقبل ونتابع ايضا قرار الهيئة الوطنية البحرينية للنفط والغاز برفع سعر بيع الغاز اعتبارا من مطلع العام 2012 وصفقة عالمية كبرى تقودها سينبوك الصينية باستحواذها على دي لايت انرجي الكندية مقابل مليارين ومئتي مليون دولار كندي اهلا بكم اكد محمد علي خطيب من دوب ايران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك ان معظم دول المنظمة ستتفق على الابقاء على مستويات الانتاج الحالية عندما تعقد اجتماعها القادم في ديسمبر المقبل برئاسة بلاده وقد اعترضت ايران ودول اخرى في المنظمة خلال اقتراح خلال اجتماع اوبك الماضي في الثامن من شهر يونيو الفائت اعترضت على زيادة مستويات الانتاج المستهدفة وتركز ايران على ضرورة العودة لمستويات الانتاج المتفق عليها بعد ان بدأت الحركة تدب في قطاع النفط الليبي وقال خطيبي ان بلاده التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة لن تدفع باتجاه خفض حصص الانتاج في الاجتماع القادم لأوبك هذا وقد استبعد وزير الطاقة والصناع القطري محمد صالح السادة ان تدعو اوبك الى اجتماع طارق قبل اجتماعها المقرر في ديسمبر المقبل وكشف الوزير القطري في تصريح لسين بي سي عربية على ان اوبك ستدرس خلال اجتماعها القادم التزام الدول الاعضاء بحصص الانتاج ومعدلات النمو على الطلب العالمي وحجم الامدادات الى الاسواق اضافة الى تبعات ازمة منطقة اليورو على اسعار الخام عالميا والله اعضاء الدول الاوبك تتشاور فيما بينها والوضع الحالي لا اعتقد انه يستوجب اجتماع طارق في اجتماع في ديسمبر ورح الان نراقب الوضع من الان الى ديسمبر لكن السوق لا يستدعي حاليا اي اجتماع طارق في وجهة نظرية سعادة الوزير هناك بعض دول اوبك حتى الان البعض منها لا يلتزم بالحصص هل سيتم التأكيد على هذا الموضوع في اجتماع ديسمبر المقبل والله لا نستبغل الاحداث سندرس المواضيع كلها مع بقية الاعضاء والسكرتاريا ايضا تدرس احوال السوق ولكن عموما الموضوع حاليا يغلب عليه الوضع المالي ليوروزون وكذلك المتوقع من ناتج المحلي العالمي سعودا او هبوطا يمكن هذه العاملين يشكلون الثقل الاكبر اما بالنسبة للامدادات فهي في وضع سليم وصحي للغاية الآن ينضم الينا في الاستوديو سيد ايمن سيف الخبير في اسواق النفط اهلا بكم هنا سيد ايمن دعنا نعود الى اجتماع يونيو الذي قامت به اوبك ووصف بانه او اسوأ اجتماع بالنسبة لأوبك عندما قررت او طالبت الدول الاعضاء في المنظمة بان ترفع انتاجها وجاء البعض وقال بانه لا يستطيع رفع الانتاج البعض اعتبر ان اوبك افتعلت ازمة هي بغناء عنها اليوم هذه الخلافات داخل اوبك التي تم التصريح بوسائل الاعلام انه في خلافات داخل اوبك الى اي مدى هذا الاجتماع القادم اجتماع ديسمبر سيستطيع فعلا ان يحل الخلافات الداخلية هو طبعا الاجتماع القادم سيكون استمرار الاجتماع السابق اعتقد ان الخلافات ستكون موجودة في نفس الوقت لكن اذا نظرنا بشمولية اكبر لموضوع الاسعار الموجودة حاليا وموضوع الانتاج وكذا من زاوية عالمية فان الاسعار الموجودة حاليا او الانتاج الموجود في السوق العالمي تأثر قليلا بوضع الازمة التي ضربت في اوروبا والتي هي موجودة ولم تحل في امريكا بمعنى ان عدم تعافي الاقتصاد العالمي لفترة طويلة قد يؤدي بالنتيجة الى كساد جديد مرة اخرى وهذا قد يؤدي الى انهيار الاسعار من جديد في اسعار النفط بالتالي ما شاهدناه في 2008 بانهيار الاسعار الكبير من 145 الى 30 الى 35 قد نشاهد مرة اخرى من 85 الى رقم متدني اكبر بكثير من هذا بعض دول اوبك تدرك هذه الحقيقة وتدرك ان الاسعار المرتفعة في السوق هي بالنتيجة تؤثر احد العوامل في الكساد من هذه الدول دول اوبك الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية مثل بعض الدول تعرف ان الاسعار المرتفعة ستؤدي بالاقتصاد العالمي من احد اسباب ستؤدي الى كساد جديد الى انهيار جديد الى انخفاض الطلب بشكل حاد على النفط وبالتالي تدهر الاسعار مجديد بعض الدول الاخرى هي تنظر فقط الى الزاوية التي هي من مصلحتها ولا تنظر بشكل شمولي الى الاسواق هناك الآن في السوق دولة او دولتين مرشحة ان تعود مرة اخرى مثل ليبيا مرشح ان يرتفع انتاجها خلال ستة اشهر خلال سنة ان يعود من جديد الى الاسواق مرة اخرى وهذا بالتالي سيعكس انخفاض ملحوظ في الاسعار اذا عملية التوازن الموجودة حاليا هي مختلفة من الزاوية التي ينظر لها من دول اوبك بعض هذه الدول تنظر بشكل واقع بعضها تنظر فقط لمصلحتها لا تنظر الى مصلحة الاخرين هل هذا التوازن الذي تتحدث عنه ربما يفسر الخطوة التي قامت واعلنت عنها السعودية بانها قامت بتخفيض الانتاج الذي بدأته في يونيو يعني هي رفعت الانتاج الى 9 ملايين و800 الف برميل في يونيو اعلنت بانه بسبتمبر تم تخفيض الانتاج هل هذا التوازن تعتقد انه هو الذي يفسر حركة المملكة اليوم هو نوع من الاستباق للواقع الاسواق لما هو مطلوب في الاجتماع القادم نوع من الاستباق له الاحتفاظ مرة اخرى بالقدرة الاحتياطية للانتاج القدرة الاحتياطية للانتاج هي من احد العوامل التي ينظر لها في عملية الاستقرار للأسواق على المدى البعيد اذا كانت هذه القدرة اكثر من 3 ملايين اكثر من 4 ملايين معنى ذلك ان الاسواق ستبقى في حالة ارتياح انه لا يوجد هناك ازمة مقبلة على النفط ولن يكون هناك نوع من المسببات لوجود ازمة في هذا القطاع بالذات وقد لا تخفف من احتمالات التباطع العالمي وجود الاحتياطي بكثرة يخفف من احتمالات الكساد او الكساد القريب هناك من يقرأ ربما خطوة السعودية بانها هي محاولة لردم الخلاف ما بين الدول المنظمة اوبك خلال الاجتماع القادم هل يمكن ان يقرأ ايضا هذا التفسير هو الخلاف في وجهات النظر مستمر الى المدى البعيد الان هناك عوامل ايجابية عوامل سلبية في المستقبل القريب العوامل الايجابية بالنسبة للمنتجين او بالنسبة للمستهلكين عفوا هي عودة الانتاج في ليبيا ارتفاع الانتاج من العراق متوقع خلال السنة القادمة ان ينتفع الانتاج العوامل السلبية هو الوضع في فنزولا ومستقبل السياسي هناك ما يؤدي قد يؤدي الى انخفاض الانتاج اذا باختصار الخلافات على التصورات لما هو قادم في السوق ستبقى قائمة بين دول الاوبك حتى بين نفس الدول المنتجة التي هي في قارب واحد لكن السؤال الاهم هل الاوبك هي المؤثر الاساسي في السوق لا هي ليست المؤثر الاساسي اذا نظرنا الى 40% من انتاج العالم هو فقط بيد اوبك اما بقية الانتاج بدول خارج الاوبك وقعت ارامكو السعودية ودوك كيميكال الامريكية اتفاقا لبناء مشروع مشترك للبتروكيمويات بكلفة 20 مليار دولار في منطقة الجبيل على الخليج وتدرس ارامكو اقامة ثلاثة مشروعات مشتركة في اطار سعيها لزيادة طاقة تكريرية بنسبة 50% الى ما يزيد عن 6 ملايين برميل يوميا وينتج المشروع المشترك مع دوكيميكال ويعرف باسم شركة صدارة للبتروكيمويات اكثر من ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيموية والبلاستيك وفي مقابلة خاصة مع CMBC قال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو ان المشروع العملاق الذي سيكون احد اكبر مجمعات الكيمويات المتكاملة في العالم سيشمل بناء 26 وحدة نوعية التقنيات والمنتجات اللي راح انتجها المشروع والنقلة النوعية لصناعة البتروكيميات في المملكة وفي العالم هي ايضا شي مهم وبالاضافة الى الشركين يعني شركة ارامكو السعودية تدخل في مشروع بهذا الحجم مشاركة مع شركة داو كيميكل لنعرف انها شركة عملاقة من اكبر شركات الكيميكلز في العالم ونعتبرها من اكثر الشركات تقدم من ناحية نوع التقنية وقدرتهم على صنع اسواق وصنع منتجات جديدة فاعتقد انه ازدواج اللي ساير بين ارامكو وداو في المشروع هذا راح يكون مشروع شركة فريدة من نوع صدارة وهذه البداية هذه قاعدة فقط لنمو في المستقبل لتنويع اكثر في المنتجات ولنمو في الانتاج والربحية في المستقبل مع كل هذه الخطط للتوسع هل تعتقد ان الازمة في امريكا وفي اوروبا ستؤثر على مبيعات شركة ساود يارامكو اعتقد الازمات هذه طبعا ازمات حقيقية ورح يكون لها اثر وانا يعني كل امل ان شاء الله ان الجهات المسؤولة في امريكا واوروبا رح تتخذ الاجراءات الضرورية لاحتواء الازمات المالية في اوروبا وامريكا ولكن بغض النظر هذه الازمات مؤقتة يعني شهور بالكثير سنة سنتين المشروع اللي نبنيه مشروع يعني على مدى عقود بل على مدى اجيال فلما ننظر على المدى البعيد للسوق الواعد في الشرق الاوسط في اسيا في افريقيا النواحي الديمغرافية من ناحية عدد السكان الذين بحاجة الى منتجات نهائية ينتجها مشروع مثل صدارة فانا واثق ان المشاكل اللي نتكلم عنها على المدى القصير ما رح تأثر على مستقبل المشروع والربحيته ان شاء الله بعد الفاصل نتابع اضراب عمال شركة الوحى الليبية للنفط ومطالبة بإيقالة ادارة المؤسسة الوطنية للنفط